في غيابة البئر أمضى الطفل المغربي ريان ليلته الثالثة الطفل وفق الروايات المتداولة في تمروت ما زال على قيد الحياة ويتنفس عبر أنبوب أكسجين تم إنزاله في البئر لإطالة أمد صموده فيما تتم مراقبة وضعه من خلال كاميرا مخصصة لمهام الغوث والإنقاذ وهي مهمة ليست بالسهلة فريان يقبع على عمق 32 مترا والمنطقة التي علق فيها لا يتجاوز قطرها 30 سنتيمترا ولذلك تعثرت محاولة انتشاله من علن الجهود تتركز الآن على استكمال عمليات الحفر للوصول بشكل موازن إلى محيط المنطقة التي يتواجد فيها ريان وعملية الحفر تتم بحذر واحتياط كبيرين مخافة أن يتسبب الجرف في انهيار البئر وقد اقتربت الفرق من الوصول إلى العمق المطلوب ويترقب أن يتم بعد ذلك إحداث فجوة في البئر لانتشاله وجهزت السلطات أليات الحفر اليدوية من أجل تتبع مكان وجود الطفل البالغ من العمر خمس سنوات بدورها أرسلت السلطات المغربية مروحية طبية تابعة للدرك الملكي لنقل الطفل بمجرد انتشاله من البئر إلى أقرب مستشفى لتلقي العناية الطبية اللازمة وتم وضع سيارة إسعاف بطاقم طبي متخصص في الانعاش على أهبة الانطلاق ويتجمع في محيط البئر مئات من أهالي المنطقة الذين يتابعون بقلق وقائع العملية على وقع آمال بأن تنجح الفرق برد ريان سالما إلى أهله ترجمة نانسي قنقر